اشتركوا في القناة اليوم رح نحكي عن نقاط الأغلب تقريبا سأل عنها وهي العشريات شو يعني العشرية؟ أو أنا برجي من أي عشرية؟ أو أنا من أي عشرية من هذا البرج؟ كيف بدي أعرف أنا من أي عشرية؟ وسؤال ثاني أنه أنت ليش ما بتحكي في توقعاتك اليومية عن العشريات؟ وتأثيرات العشريات؟ أو تأثيرات الأبرج اليومية على العشريات؟ برضو هاي النقطة اليوم رح نحكي فيها بالنسبة للمسألة الأولى وهي العشرية؟ بكل بساطة بكل سهولة كيف كل واحد يعرف هو من أي عشرية؟ هاي طبعا للأشخاص اللي ما بيعرفوش يعني بس إحنا بدنندل بكل بساطة تيجي بتمسك ورقة وقلم تكتب إن أفترض إنه بدنا نحكي إحنا عن برج العقرب تيجي بتكتب إنه برج العقرب بيبلش يوم ثلاثة وعشرين عشرة وبنتهي يوم واحد وعشرين إحداش؟ أكم يوم هدول من خلال الشهر؟ يعني ثلاثة وعشرين، أربع وعشرين، خمسة وعشرين، ستة وعشرين إلى ما لنهاية لنصل لواحد وعشرين إحداش؟ هدول أكم يوم مجموعهم؟ من قسمهم على ثلاث طلع عنا ستين يوم بيطلع عنا عشر تيام عشرية وعشر أيام عشرية وعشر أيام عشرية أي ثلاث عشريات بتعرف أنت من أي تاريخ معناته أنت من أي عشرية؟ أعيد وشرحها بطريقة ثانية حسبنا إحنا برج العقرب وطلع عنا رقم مثلا أكم يوم بيظل برج العقرب؟ هذا الرقم من قسمه على ثلاث اللي هي الثلاث عشرية؟ بيطلع عنا ثلاث أرقام عشرية أولى، عشرية ثانية، عشرية ثالثة يعني أول عشرة، ثانية عشرة، ثالث عشرة فمن لاي إنه من ثلاث وعشرين عشرة لوحد وثلاثين عشرة هاي عشرية بسم عشرية أولى من 1-11 لـ 11-11 هاي عشرية ثانية ومن 12-11 لـ 21-11 هاي عشرية ثالثة هيك اي شخص بده يعرف عشريته بس انه يحسب البرج ببلش امتى وبنتهي امتى اكم يوم بقسمها على ثلاث بيعرف هو من اي عشرية ان شاء الله انها تكون الصورة وضحت وان شاء الله انه رح يكون في عنا حلقة عشان نحكي عن العشريات ونحكي كل عشرية مرتبطة في اي كوكب وليش كل عشرية بتختلف عن عشرية ثانية والكوكب هذا شو بعطيها ميزات عن العشرية الثانية وليش صفات العشرية هاي بتختلف عن العشرية هاي انا عارف انه في اسئل كثير ولكن احنا منحاول قدر الامكان نسأل بكل بساطة ونجاوب بكل بساطة على الاشياء الاكثر ايش بتتكرر طيب ليش يا سعيد انت ما بتحكي في توقعاتك عن العشريات يعني اليوم تأثير القمر على العشرية الاولى على العشرية الثانية اول اشي احنا منيجي منحكي توقعاتنا كل يوم الساعة سبعة بتوقيت الاردن يعني احنا ما يخذين من النهار هاد وما يخذين من النهار هاد يعني احنا منحكي توقعات يومين او تقريبا بلاش نحكي يومين منحكي يوم ونص طيب القمر اساسا لما بيضل في البرج بيضل يومين وربع فإذا بدي أحكي يعني بدي أحكي عن عشريتين طيب والعشرية اللي ظلت رح أدخل كل اللي بدي أنا أشرح لهم بمتاهة ولا يصلح أي حساب لحساب أني أنا أحكي عشريات لأنه لو بدي أحكي عشريات طيب لو قسمنا إحنا يومين وربع على ثلاث عشريات منلاقي أنه المدة اللي بدي يمكثها القمر في كل عشرية ما بتصل ثلثين يوم أو يعني خليها ثلثين يوم ما بتصل ثلثين يوم طيب معناته أنا بدي أحكي لك من العشرية اللي وراها برضو إذن أي حساب بنحكي عن العشريات لو أحد بحكي عن التوقعات اليومية هاي الحسابات غلط لأنه مستحيل يغطي النهار كامل بتوقعات عشرية إلا إذا قال توقعاتنا للفترة القادمة من الساعة كذا للساعة كذا للعشرية الفلانية هيك ممكن تكون حساباته صحيحة ولا أعتقد أنه في واحد على وجه الكرة الأرضية بحسب الحسابات التوقعات اليومية بطريقة هاي لأنه مش راح يشتت حاله بحسابات عشان يقسمها على ثلاث عشان أنه يرضي جزء بسيط من الناس اللي أساسا مش راح يستفيدوا لأنه تلقائيا بسمعوا توقعاتهم بعد أربع خمس ست سبع 12 ساعة من نزولها وبكون عشريته راحة تلقائيا فإيش اللي بدي يسمعوا من التوقعات عشان هيك الحساب الأصح أني أنا بحسب على يومين وربع بقسمه من وسط وبحسب أنا نص بنصف وتأثيراتها بحسبها لما بحسب منازل القمر وين القمر موجود في أي منزلة معناته أنا عطيتك الحساب الدقيق على حسب منازل لأنه كل برج بدخل منزلتين ونص فأنا عطيتك حساب منازل يعني أنا عطيتك توقعات لازم إذا أنا حسبتها صح لازم إذا أنا حسبتها صح ومش كل إنسان بحسبها صح لأنه ممكن في لحظات أنت تسهأ أو تخطئ في شيء فأنا بحط نسبة الخطأ دائما موجودة نسبة التوقعات من المفروض أنها تصل ما بين 70% ل75% لأنني ما رح أقول لك 100% لأني إذا بدي أجي أول أنا توقعاتي رح تصيب 100% على توقعات عامة بكون أنا كذب وعادة مش أنا اللي بقيم قديش توقعاتي بتصيب المستمع هو اللي بقيم توقعاتي اللي بتصيب ولكن على حسب الجهد والدراسة اللي أنت بتحطها بتقيم أنه أنا ممكن أصيب من الصحة بنسبة 70% ل75% على عدد البشر وعلى عدد الناس اللي بيسمعوا للأبراج وقديش في عدد ناس من البرج إذا وصلت لنسبة أنت 70% فأنت عملت يعني شيء عظيم مهول فبتمنى أني أكون بصلة 70% بتمنى أني جوابت عن السؤالين هدولا بطريقة بسيطة اللي لكون عم فيه معلومة عند الأشخاص يعرفوا كيف يميزوه وما أعتقدش أنه الكل بيعرفش يميز أعتقد أنه أغلبيتك وعنكو ثقافي وعلم وعقل بتميزوه بشكل صحيح الإشي اللي أنا حكيته نبدأ في توقعاتنا اليوم القمر راح يكون موجود في برجين الأغلب راح يكون في برج الأسد أغلب النهار راح يكون في الأسد أو أغلب اليوم راح يكون في الأسد وبعدين راح ينتقل للعذراء وبما أنه راح يكون في هاي المنطقة بين الأسد والعذراء معناته راح يكون في منزلة الصرفة منزلة الصرفة هاي للربح ممتازة للضرر ديش حكي ممتازة والخراب ديش حكي ممتازة لإصلاح الشراكات أو الإصلاح بين الشركاء ولثبات الموظفين لترقية الموظفين للمطالبة بحق الموظفين ممتازة حكينا أنه القمر موجود بالأسد وبما أنه موجود بالأسد معناته في صفات عامة راح تتشكل إحنا كلنا راح تأثر علينا اللي هو منكون أكثر كرم الناس اللي حوالينا بكونوا برضو أكثر كرم معنا من ناحية مادية ومن ناحية عاطفية منحاول أنه إحنا نستمتع نتصل في الناس اجتماعيا أو في اللي حوالينا اجتماعيا بيكون في نوع من أنواع الترفيه في تبادل من العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين محاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال واستثماره اقتناء حلية ثمينة أو شراء ثياب أو ملابس أنيقة عشان نلفت أنظار الآخرين أو انبان برونق حلو الآن رح نحكي عن شيء بالزوايا الفلكية طبعا في توقعات هذا الشهر أنا ذكرتها بأنها هاي أصعب الزوايا الفلكية اللي بتمر خلال هذا الشهر ولمحت إلها تلميح وقولنا إنه أنا ما رح أشرحها هاي الشمس بيدل على كذا هذا بلوته بيدل على كذا لما بيعملوا الزاوية هاي بيدل أو إشارات لأشياء معينة طبعا أنا ما برضى أدخل في عملية التوقع لهاي الأمور لأنه مش إني خايف أو إني جبان أو عشان ما أغلطش لا هي بيكون في فكرة عامة عن الموضوع ولكن بدي أخليكوا إن تتحللوا وتوصلوا لمرحلة فهموا علم الفلك ببساطة على أساس إن تتحللوا لحالكوا بدون ما حدا يدلكوا على طريقة التحليل أول زاوية بدأت تتشكل معنا هذا النهار هي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبلوتو الساعة 21 دقيقة بتوقيت جرينتش عصرا يجينا حكينا هاي الزاوية من الزوايا السلبية جدا وتأثيرات الكواكب البطيئة تكون يبل بأسبوع ممكن بشهر ممكن بثلاث شهور على حسب سرعة التنقل ولكن الشمس سريعة التنقل فإذن تأثيرها يبل بسبع أيام وتأثيرها لبعد سبع أيام طيب يجينا قلنا الشمس إلها علاقة بالقادة إلها علاقة بالرموز إلها علاقة بالسياسة إلها علاقة بالجيوش وبلوتو إله علاقة بالثورات إله علاقة بالحروب إله علاقة بالأشياء الصادمة طيب قيادات وأشياء صادمة منشوف إحنا إيش اللي صار إشي صادم بخلال الفترة هاي أو إيش الإشي اللي حدث صادم يتعلق أو يمس قيادة فمنيجي منقول إنه اللي صادف قبل تشكل هذه الزاوية وفاة السلطان قابوس أسأل الله له الرحمة وعزائنا للشعب العماني على وفاة حكيم من حكماء هذا العصر طيب فأنا لو واجيت في بداية الشهر على حسب الأخبار السياسية إنه كان مريض وتعجلت في الموضوع وربطتها دايريكت في هذا الموضوع واجيت على طول بونت عريض أول تحقق لأول نبوءة تنبأتها لهذا العام حدث ما توقعته أمام الجميع ادخلوا وانظروا أول توقعاتي تتحقق لعام 2020 وضجة وناس بتشوف تدخل تتفرج طيب ما هو سياسيا مريض رجل كان كبير بالسن ومرض وتعب والكل عارف إنه مريض ولكن ما بركب أنا على الأخبار السياسية في علم الفلك أنا بدي أنتو تعرفوا تحللوا بدي أنت تعرفت تفسرت شيفرت الشيفرة هاي اللي الناس أوهموك أو الفلكيين أوهموك بأنها معقدة إنها بسيطة جدا ركب الأشياء هي زي البازلت بتركب الأشياء وراء بعضه بتوضح الصورة طيب حكينا إنه هاي الزاوية طيب بالشكل العام علينا إحنا كعاديين شو بتأثر علينا بثور أعمال عنف مواجهات لها علاقة بالنيران أو بالمعادن وبرضو بتأثر على الظواهر الطبيعية زلازل براكين أو أمور لها بالتعري تعري الأرض يعني انزلاقات وانهدام حفر أو مناجم أو أشياء مثل هيك وبرضو بصير فيها تحركات عسكرية باتجاهات أو بجهة جماعة إرهابية بتحاول إنها تزعزع الأمن والاستقرار طيب زاوية ثانية الزاوية الثانية اللي بعدها رح تكون هي زاوية التقابل السلبية بين القمر والزهرة الزاوية هاي رح تكون الساعة واحدة وواحد وأربعين دقيقة بتوقيت جرينتش عصرا أكثر المتضررين من هاي الزاوية هم اللي عندهم مشاكل عاطفي ورح يهربوا من خلال هاي الزاوية عشان يصرفوا مصاري ونقود بدون حساب لأجل إنه يهربوا من واقعهم بعدها رح يصير عنا خلوة مسار خلوة المسار هذا رح يكون من الساعة واحدة واحد وأربعين دقيقة عصرا يعني بالزاوية هاي اللي كانت بين القمر والزهرة هي عطتنا آخر زاوية قبل خلوة المسار ورح يستمر خلوة المسار لغاية الساعة 2-6 دقائق بعد العصر في هاي الفترة حكينا في خلوة المسار لا يصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين علينا إكمال العمل اللي بدنا فيه قبل خلوة المسار بنتهي خلوة المسار الساعة 2-6 دقائق بتوقيت جرينيتش بكون القمر استقر ببرج العذراء بعدين مباشرة في زاوية رح تتشكل زاوية هاي نفس الشي إلها علاقة بالشمس وإلها علاقة بزحل زاوية اقتران سلبية وإن الشمس بدل على القيادات وعلى الجيوش وعلى زعامات الدول وزحل معلم صارم معناته شيء له علاقة بين هاي النقطة وبين هاي النقطة ندمجها مع بعض وجدنا زاويتين إلها علاقة بقيادات في نفس اليوم تشكلت هاي الزاوية تأثيرها قبل بسبع أيام وبعد بسبع أيام هاي الزاوية رح تتصير الساعة 3-15 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني مساء بالنسبة لأنه عند المغرب تخلق نوع من المصاعب والعراقيل نحتاج إحنا لبذل جهد كبير وتصميم وإرادة عشان إحنا نقدر نتجاوزها برضو بتزيد الأمور اللي إلها علاقة بالتطرف والتعصب والأمور اللي إلها علاقة بالجيوش بالمتقاعدين لأنه زحل قديم بالمناجم هيك إحنا منكون أنهنا هاي الزاوية بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعدها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وأورانوس هاي بكون القمر استقر العذراء هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدرنا إشي إحنا ممكن إحنا يصدر منا شيء غير متوقع تجاه البعض في حدث في حدث رح يصير حدث هذا أنه كوكب الزهرة رح ينتقل من برج الدلو لبرج الحوت الساعة ستة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بكرة برضو رح نحكي عن نفس الانتقال لأنه بكون في توقعات الغد برضو مذكور بس حبيت أسبق بيوم لأنه من خلال اليوم كوكب الزهرة موجود في الدلو رح ينتقل في ساعات المساء رح يظل موجود في لغاية سبعة اثنين مساء يوم سبعة اثنين خلال هاي الفترة المذكورة بصير في نوع من التغيير الإيجابي على موليد برج الحوت تغيير بقوة العاطفة وانجذاب أفراد الجنس الآخر إلهم بيستفيد معهم موليد الأبراج المائية السرطان العقرب والترابية مثل الثور والعذراء والجدي وكل شخص تواجد عنده الزهرة يوم ميلاده في الحوت برضو رح يستفيد من تواجده الواضح أن الفترة المقبلة من ناحية عاطفية رح تكون أفضل بكثير من الفترة الماضية والسبب أنه كوكب الزهرة لما كان موجود في الجدي أو لما كان موجود في الدلو بيكون هو في بيت أو في بيتين البيتين ما بيكون له متنفس يعني بكون أساسا مش قوي بحضوضه الكاملة لأنه هذول البيتين بيسحب من طاقة الزهرة فالزهرة بيكون في أغلب الأوقات منتحس أو ممتزج فما بيعطي قوة الحضوض والعاطفة لكل الأبراج لما ينتقل ويصير في الحوت بيصير في بيت قوته وبرضو في الحمل بيت قوته فعشان هيك بنلاقي أن الفترة القادمة هاي تتهيئ الأجواء الرومانسية والدافئة أكثر وبنعكس هذا كل ياتوا على الأبراج المائية والترابية واللي طالعهم برضو مائي وترابي إيش تأثيرات الزهرة لما تكون موجودة في برج الحوت على جميع الأبراج الحمل تعطيهم فرصة ممتازة للتعامل مع مؤسسات أو شركات كبيرة الثور تعطيهم تعزيز للنشاطات الاجتماعية والصداقات والعلاقات برج الجوزاء فرصة بتكون إلهم للتقديم لعمل أو مقابلات أو توظيف أولا اللي بيبحث عن عمل بيقدر يلاقي عمل في هاي الفترة برج السرطان نجاح في السفر والاتصالات والدراس الأكاديمية والمواضيع القضائية الأسد مال بيجيهم عن طريق تركة أو تعويض أو شراكة العذراء تعزيز الشراكة المالية والعاطفية الميزان فرصة للي بيبحث عن عمل وتعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل ومع المسؤولين العقرب حظ في العاطفة والمال وفرصة للنساء للدخول في حمل القوس الاستفادة بتنصب على السكن والعقارات والعلاقات العائلية وممكن أشخاص منهم يشتري سكن جديد أو ينتقل على بيت جديد الجدي نجاح في الدراسة والسفر والاتصالات وكل شيء يتعلق بالسيارات الدلو مكاسب مالية أغلبها من عمل إضافي الحوت تحسن يطرأ على مظهرهم الخارجي وبكونوا ملفتين للانتباه وبكونوا مشاعين بقوة العاطفة وانجذاب أفراد الجنس الآخر إلهم هنا وصلنا لأ مسألة القمر اللي رح يكون مستقر في برج العذراء خلو المسار القادم رح يكون يوم 15 واحد بيبدأ الساعة 12.11 دقيقة بتوقيت جرينتش عصرا وبستمر حتى تمام الساعة 3.42 دقيقة بتوقيت جرينتش عصرا يعني تقريبا الثلاث ساعات ونصف بانتقل بعدها القمر لبرج الميزان عمر القمر القمر أول إشي الآن صار انحسار المحدب عمره 18 يوم في تمام الساعة 5.53 دقيقة بتوقيت جرينتش مساء بيصير عمره 19 يوم نسبة الإضاءة 85% مزاج الكواكب الشمس في الجدي حتى 20 واحد ممتزج القمر في الأسد والعذراء حتى 15 واحد منتحس عطارد في الجدي حتى 16 واحد منتحس الزهرة في الدلو والحوت حتى 7.2 سعيد المريخ في القوس حتى 16.2 سعيد المشتري في الجدي حتى 14.5 ممتزج ولكن ما إلا النحوسة زحل في الجدي حتى 11.5 سعيد أورانوس في الثور حتى 15.8 بيبدأ عملية التراجع ممتزج نبتون في الحوت حتى 23.6 سعيد وبلوتو اللي عامل كل زوايا الإقترانات أو كل زوايا الإقترانات بتتشكل معاه في الجدي حتى 25 أربعة منتحس برج الحمل بتظل الأمور العاطفية قوية عند موليد برج الحمل لغاية ساعات المساء بعدين بدهم ينتبهوا لصحتهم أكثر ممكن يتراكم العمل عندهم أكثر من المعتاد وممكن يجدوا شوية صعوبة في إنجاز كثير من الأعمال السبب أن القمر بنتقل للبيت السادس إلهم وهو بيت الصحة ولكن برضو بعطيهم ميزات رغم أنه هو في الصحة إلا أنه هو بعطيهم فرص إلها علاقة بالعمل برج الثور بتبتتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم خلال ساعات ما قبل انتقال القمر للعذراء بعدين من ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بتجمعكوا بأحبائكوا بتصير الفترة ممتازة جدا والحظوظ فيها مؤاتية ممكن تعيش فيها لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات لأنه هيك القمر صار في بيتك الخامس برج الجوزاء اللي عنده امتحان أو مقابلة لازم أنه يركز بشكل ممتاز جدا خصوصا من الآن حتى ساعات مساء الغد أما من ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أمورك البيتية والعائلية وبصير التركيز أكثر على الأمور البيتية بشكل واضح أكثر على أعطال منزلية أو على أمور لها علاقة بالعائلة والأبناء والإخوة والجيران برج السرطان بتكون تجنبوا شراء أي حاجة ثمينة خلال فترة الساعات القادمة حتى ساعات المساء لأنه أي شيء رح يكون هو من باب الإصراف وليس من باب الضروريات ركز على الضروريات وابتعد عن الإصراف ونظم ميزانيتك من ساعات المساء بتنشطوا في السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعية على الطرقات من الحوادث من أشياء مفاجئة مخالفة تجيك هيك شرطي سير كاميرا يعني بدك تكون حذر من هاي النقاط ممكن عطل بالسيارة برج الأسد طبعا أنتوا نشطين كثير لأنه القمر موجود عندك أهم إش أنكو تواصلوا أي عمل بديتوا فيه وما تبادروا لأي عمل جديد حتى ساعات المساء بعدين رح تنهمكو في ضبط ميزانيتكو في أمور مادية ممكن تجد على الساحة إما مصاريف الزيادة أو يجيكو فلوس أهم إش أنك تبتعد عن المشتريات الغير ضرورية وبدك تدير بالك على المالك من الضياع أو السرقة أو المصروف اللي ما إلو داعي برج العذراء كل التعب اللي أنتوا بتحسوا فيه خلال فترة من الآن حتى ساعات المساء وكل التراجع اللي حاسينوا بالصحة كل حالات الاكتئاب والصداع اللي أنتوا حاسين فيها كل ياتها بتبدأ تتلاشى مع ساعات المساء تمتلقوا بعدها بالنشاط والحيوية وبتنقلب بعض الخيارات لصالحكو وممكن التوجهات كلها تصير بالاتجاه اللي بيناسب وضعكو الحالي تتمتع بالقدرة على قلب جميع المعطيات لصالحك برج الميزان تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء حتى ساعات المساء بعد ساعات المساء رح تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم لانتباه أكثر لصحتكم أهم شنكو ما توقعوا على العقد ولا تحسموا أمر فترة سلبي وفارغة من الطاقة والحضوض بدكو تكونوا من تبهين ما في داعي للمجازفة برج العقرب بدكو تحافظوا على سمعتكو على إنجازاتكو القائمة في مجال العمل لغاية ساعات المساء بعد ساعات المساء بصير عنكو نشاط اجتماعي رغبي الاجتماع في أصدقائكو الانتصال فيهم مناسبات ممكن تصير في دعوة لحفلة أو مناسبة بدك تستغلها لأنه بكفي فترة ركود دامت لأيام الان فترة انك انت تنطلق فيها برج القوس اللي عنده امتحان أو مقابلة بدو يستعدلها بشكل جيد اللي عنده سفر أو تنقلات بدو ينتبه على الطرقات أما في ساعات المساء بدكو تحافظوا على سمعتكو ومصالحكم الاجتماعية بكون يوم مناسب للي ببحث عن عمل بدكو تتجنبوا الخلافات وبدك تسعى لتلطيف الأجواء برج الجدي بدكو تتفحصوا حساباتكم المالية وبدكو تديروا بالكم من أي خطوة مالية جديدة حتى ساعات المساء من ساعات المساء تبدأ مرحلة ممتازة جداً أو فترة ممتازة جداً لكم بتنشطوا خلالها في السفر والاتصالات البعيدة وممكن يجيكو بريد أو اللي عنده مقابلة أو حاب يقدم لا فيزا أو لا سفر أو لا شيء أو عنده سفر الفترة هاي ممتازة جداً بس بدكو تنتبهوا إنه بدكو تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء القيادة بين المدن في الشوارع المفتوحة ما تتهور وما تكون مش مركز بدك تكون مركز ومصحصح برج الدلو قيلت من الآن حتى المساء رح يتركز اهتمامك حول مواضيع شراكة لا تلتزموا اتجاه الطرف الآخر بأشياء أنتوا ما رح تقدروا تنفذوها أما من ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة تقدروا تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية الفترة هاي رح تكون بداية مرحلة جديدة لإلك استغلها واستفيد منها برج الحوت بتكوا تكملوا الإشي اللي أنتوا كنتوا بادئين فيه أي عمل سبق أنكوا أنتوا كنتوا مبلشين فيه بتكوا تكملوا فيه وبدكوا تنتبهوا لصحتكم لأن القمر ما زال موجود في بيت الصحة لما ينتقلوا يصير مقابلكوا بصير في بيت الشراكة له بيتك السابع وهذا الشيء رح يكون في ساعات المساء في أي الفترة بترغبوا في تعزيز شراكتكم وبتكونوا أكثر تفهم لوجهات نظر شركائكم بدك تدير بالك من الخلافات وما تضخم الأمور ولا تنسى أنه لما القمر يكون مقابلك مباشرة يعني طاقتك بتكون ضعيفة بدك تنتبه على صحتك كيك من كون انتهينا من توقعاتنا في هذا اليوم والله أعلم اليوم بعرف أن الحلقة طويلة ولكن شرحنا بعض الأشياء لازم أني أنا أشرحها عشان الكل يستفيد منها شكرا لا استماعكو ولا وقتكو وسامحوني على الإطالة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا رضى الله ورضى الوالدين إلى اللقاء